بهدف تطوير شبكة المواصلات العامة داخل البلدات العربية وتنجيع عملها بما يتلأم مع احتياجات ومتطلبات السكان عقدت جمعية سيكوي لقاء جمع بين مسؤولي المواصلات العامة داخل البلدات العربية وممثلين عن وزارة المواصلات هذا اللقاء هو منتدى اللي رح يقوم بعقد جلسات بشكل دوري من أجل متابعة تقديم المواصلات العامة في البلدات العربية واقتراح حلول فعالة وناجعة تتلاءم مع الوضع القائم في البلدات العربية لتقديم المواصلات في داخل البلدات وفي خارجها وللوصول إلى أماكن العمل صعوبات وتحديات جمة تقف حاجزا وتحول دون إقبال المواطن العربي على استخدام المواصلات العامة أهمها سوء البنية التحتية وعدم وصول الحافلات إلى كافة الأحياء إلى جانب عدم وجود خطوط مواصلات في كثير من البلدات العربية وعوامل أخرى المرتبطة بسياسات التمييز والإشحاف في الميزانيات المخصصة للسلطات المحلية العربية البنية التحتية الموجودة بالمجتمع العربي أغلبها غير ملائمة لدخول الباص في كثير شوارع اللي هي ضيقة في إنحدرات مررية في التوبوغرافيا اللي هي طلعات بالبلاد اللي أغلبها العربية زي دار الأسعد زي بسخنين وهيكا اللي بتمنع إن الباص يفوت بشكل حر وطليق وإلى هاي الحارات عمليا الناس ما بعرفوا على وجود الخطوط ما بعرفوا على المؤون توصل كيف يستعملوا شو الأبليكات كيف يتعاملوا مع هاي الأمور وهي إشي أساسي لازم الوزارات تكرس ميزانيات خاصة لهاي المواضيع وتشير الأبحاث إلى أن ثلثة مدخول العائلة العربية ينفقوا على المواصلات التي تعاني أصلا من تدني مستوى الدخل لديها مقارنة بالعائلة اليهودية مؤشر خطير يتطلب تحركا فوريا لإحداث نقلة نوعية في وضع المواصلات العامة داخل البلدات العربية